وهلأ حينضم إلنا ضمن فقرة لبانيس فاشن ديزاين مصمم الأزياد في الحسن صباح الخير؟ صباح بنورة كيف أكتب؟ تمامي شحن إن هالا المرة الثانية بتكون موجود معنا ونحن كتير سعيدين بوجودك بالمرة السابقة تحدثنا شوي عن الـ Upcycle بالديزاين والريوز واللي هي التكنيك الجديدة وحتى عم تتعلم اليوم بالأكاديمي أوب فاشن ديزاين وحضرتك كمان أستاذ في الأكاديمي فخلينا نرجع هيك ولو بشكل سريع نذكر العالم شو هو الـ Upcycle وشو هو الـ Reuse الـ Upcycle هو كل الفكرة الـ Reuse يعني بتختصر بموضوع الـ Upcycle والـ Reuse واللي هو شوي بشكل عام يعني إعادة إطالة الحياة للقطع يعني أول شي بنعطي إنه لما عندك قطع كتير أنت عندك إيها موجودة أو عزيزة عليك أو بحبية أو من هيدا المبدأ في مبدأ تاني اللي أنت عم تحاوله شوي فيه أورنس من محافظة على البيئة من موضوع تقلل المصروف تقلل الـ Waste يعني الـ Damage بالقطع عداش يروح حدا بده ينكب فبسير فيه نوع من الـ Damage بين القطع لتخلقي قطعة تانية جديدة تعتبر كليا والـ Upcycling اللي نحن عرفنا عنها بطريقة أنه هي عم تضيفي مواد غير قماش يعني مواد شوي صناعية أو مواد بلاستيك أو مواد غير قماش هي عادة ما معترف فيها كانت بي عالم بالتياب وبالهيك بس أنا ما شكلت إضافة وعطت شوي originality يعني طريقة شوي مطورة بالقطع اللي عم تنلبس فبيصير عندك نوع من التجديد يعني نظهر من البوكس العادي وممكن كقطع وصير عندك نوع من الـ Awareness يعني بالهيدا اللاين أنه الناس تلبس أكتر تصير عم تاخدي شوية creativity designer line وأنا ما بأقل cost هو الهدف الأساسي من الـ Use والـ Upcycling تكون أقل cost ويكون أنه بمطال الكل يعني يصير كل الناس عند الإدراع أو الـ Capacity أنه تلبس طريقة شوية original وفرقية مثل ما مرة هيك تأي تذكروا شو عطينا مثل ما رألت اللي أنه في صفا قديمة ويمكن بطلنا عايزينا أخذنا هلأ مش عملنا من نففستان يعني هيدا الـ Concept يعني بالزابط يعني وهي فكرتا أنه الواحي تابعة بيكون مالحدود يعني ما بقى في موضوع الإنسبيراسيون متعلق من تيب لتيب صار في عندك شوي مجال أوسع مجال أوسع إذا اليوم بننقول أنه كاليبانيز ديزاينرز بالسوق أدي عندهم وجود بهيدا المجال هلأ الوجود شوي خجول لأنه في فرق يعني هلأ أوقات منشوف بي زيتونة بي أو الأسس اللي كنت نعمل أو المعارض وهيك أنك تعملي patchwork على التيب يعني موجودة وتلزق عليها أسس يعني يعتبر شي خفيف من ضمنها بس ما أنه هلأدة يعبر عن كريتي هو ستايلينج أكتر يعني أنت كأنك عم تجي بشي وتلزقي على أورادي شي موجود أما موضوع ديوز لأبساكني هو فرفة كاملة يعني أنك تغيريها كليا للقطع يعني أنك ما تعرفية يعني ما تعودة تعرفة أنه هيا القطع هي مجموعة قصص مع بعضها تكونت وعملت هيا الفكرة بس الوجود شوي خجول نحن لهيدا الهدف من الفكرة لما دخلناها شوي بالأكاديمي يصير في عنا شوي جيل من الديزاينر طالع عنده الوعي على هيدا السكتر اللي عم بيصير بارات لبنان بشكل كتير قوي وعم ينزل براندز موثقة يعني براندز عادية كاملة سالابريتيز عم يلبسوا في النونة يكون في عندك في عنده هيدا الاكسبلوجر القوي فعم نحاول نوصل لهيدا الفكرة وعم نبلش في هيدا الطريقة بشناك لازم يكون شوي أكتر من هيك إذا اليوم بنا نحكي شوي عن المواد اللي منستخدمها بهيدا المجال يعني شو فينا نلاقي شي قدامنا ونقدر نستعمله وبنفس الوقت قدي فينا نروح بعيد بهيدا الموضوع يمكن أوقات هون الخيال بيلعب كمان دور كتير كبير والقصص اللي بتكون متوفرة قدامنا والكمان مش بس بدأت تتوفر بدأت تكون نقدر نستعمله صح؟ أكيد هلأ لكي الفكرة الناس بتفكر الموضوع كتير خفيف هو مش موضوع خزي ولزي مايك تما يفهمه أول شي لازم يكون في عندك عن جد لا تدري توصل شي والاودينس تبعك اللي عم يشتري أو أنت عم تحبيه أنه عن جد مش معروفة شو هي فأول شي بك تفوت في كتير بالريوز أنك تدري قدما فيك ما تستخدمه ولا شي من بره يعني تستخدمه القطع زيتا كنزرار صحابات اللي تقصصه بطريقة توصله قطع ما قطع فيك تنتقلي بعدين كمان للصبغ للداينج لموضوع قديش فيك تغيري بلقماش المولاج الباتشورج تشتغلي بييدك يعني هيدا الفكرة وتخلقي هالقطع اللي عن جد وممكن كل يعني ممكن خمس قطع يعملولك طب بس هيدا الطب بتكون هالقد بشكل كتير حلو أنه مركبة بطريقة كل حدا يسأل كيف أو من وين ومن بيني هي صوفستيكيتد وحتى الناس صار عندها الوعي أنه لو عارفة أنه هن قطع قديمة ما عندهم بقى المشكلة أنه يلبسوها لأنه هالقد يونيك وبهي الطريقة وإذا بدك هون خلقة والتكنيك تكنيك هي خياطة بالريوز خياطة عادية تستخدم وهلا بالإيد أكتر وأنا ما فيك تستخدم مكانة فيك تستخدم تفاصيل تبع الخياطة العادية وأنا ما بتجهزي لما بيشغل ملاجو بالإيد بيكون بالإيد أكتر فيك تستخدم ملجلو فيك تستخدم تفاصيل أكتر بس أهم شيء كتير مهمة أنه تكون الفينيشين كتير دقيقة مشان ما يبين كولاج طبعا يعني عرفت الأوقات بتلاقي أنه ما يبين تشيب ما يبين تشيب ما تحسي أنه ولادي شوي أو كولاج مدرسي لأ بدو يكون بدو يكون كأنك عم تعمل قطع لها تم بيع على بمحل فهلقدك بدك تكون دقيقة وهو فار كان ويجو هوني خلقت لأنه تعطيكي أبعد مجال أنك تبلش تدخلي مواد يعني مثل بلاستيك خشب حديد سياغ مي أسسي كتير يعني أنا عملت مرة كورساج في بقلبها تيوب تيوبات من قدام كلها من التلم بريش صغيرة وكلها ماي كولورانت مع ريبونات ستان آه حلا فكان كل ما عم تتحرك الموضل ماي ما تتحرك بأي فكتير كرييتف بس أنا عرفت كيف إلا دوز معين إلا ناس معينة وهي ستند أوت يعني فيها تنلبس على جينز بسهرة بتطلب كتير سلبة تبهون سؤالة قدي العالم بتتقبل عن جد يعني قدي مقبولة هالفكرة عند الناس بعدها غريبة بيمكن اليوم إذا أنا سهرانة وشفت واحدة لابسة يمكن هالطوب يمكن قليش ولابسة هيدا مسلا بعد ما لأنه يمكن ما بعرف هيدا هدفنا اليوم من هيدا الفكرة أنه كمان نوعي شوي على الأفكار الجديدة بالضبط لكن هلأ الفكرة أي شي غريب أول فترة يستغرب مصبت وبعدين شوي شوي بعدين بصير تراند ولاحظة العلم الموضل هلأ الموضل يعني بهايدا الوقت ما بترفض شي ما بترفضك مين ما كنت بس الفكرة قدي بديك تضلي هون كلمة كنتي كلمة كنتي يعني جانيوين غريبة مختلفة قليك قام من الناس بعدين أي حدا يعني من أكبر في ناس قديش يعني ناس ممكن إلي صعب قدامهم بالنسبة لألنا في ناس ما بتحبو أكيد قام كل حدا كل لينة قام معين قلو زمون معين قلو شي معين بس إنما فكرة لما عم تفوتي أنت بكرياتيفتي على طول ناسك غير لما أنت عم تفوتي بتراند شوي ناسك غير مش السكت الكلاسيك مش عم تفوتي بعمر معين معين الناس اللي هني بيسعوا أنه يكونوا ويكونوا عم يعني عم بينسألوا عن القطعة طبعيتهم من وين وبلجع بقلك هي الفكرة فكرة قبول ورفض بس إنما الفكرة أنه ما في أنت شي بتعملي بياخد رفض أو بينحكي عليه هو منه نوع من الإكسبوجر إليك أكيد يعني هو شئنا أم أبينا إنتي ربحت إنتي عملت نوع من الإكسبوجر لحالك بالقطعة في مثل بالإنجلس بالإنجلس عفوا بيقول keep talking shit about me you're making me famous إكزاكلي 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 وما في نوع من إنتي عم تعملي كأنه ماركتين ولا نوع ماركتين بيخسر فهيدا الفكرة أنك أنت تعملي شي وهوني جزء كتير مهم وإنتي يعني كأنك فقصت علي لأنه كل شي اسمه creative هو بيبلش من scratch من الصفر بس بيخلق نوع من الويف ناس ما بتحبه بس إتبروزيو بتكوني أنت غير أثبتت نفسك كشخص أنت مبدع أنت وعم تلبس أنت وعم تختاري لو أنت يعرفت كيف مثل ما حكينا قبل مع المضيط مع ندى مع ندى بو فرحات لأنه هي إنساني وبتحب تبينه وهي منشوف نحنا أنه خلال كل فترة بتحسيها غير يعني بتحسي فيه concept بطريقة كيف تظهري على العالم غير فهيدا الهدف أنه منكون لما منكون عم نوجه هيك قطع مش معمولة لحياة لناس مش معمولة للناس اللي هني بيحبوا يدلوا بنفس الروتين بتيابون وماش غلط بس إنما الهدف تبعنا أنه يكون في جيل غير مختلف لأن فيها كذا تفصيل نفسي ومعنوي واقتصادي وكتير قصص بقلبها طبعا دايما أي موضوع بيكون عنده مخطط إلى نحو المستقبل اليوم وين رايحة يمكن الـ الـ الريوز وين رايحين شو الـ هلأ نحنا بالنسبة لأن الـ هو نكبر نكبر أكتر يصير عندنا شوي أكتر على هيدا الموضوع لناخد يعني جام أكبر من الناس هلقدم يكونوا مهتمين بالموضوع حيكون عندنا شوي اكبر مع جمعيات و ساعدنا بالمواد بالدعم المعنوي بالدعم لفصيل إنه كيف المواد اللي بنا نستخدمها لوين من نروح يعني نعطي شوي وعي أكتر على هيدا الموضوع بننا نتجه شوي لنعرف أنه وفي ناس كتير مهتمة أريد حكينا في ناس كتير مهتمة وحابة تظهر بهيدا اللوك لأنه فيها يعني نحنا لما عم نحاول مش عم نستغل الموضوع دعائيا وإنما عم نحاول نوصل أنه هيدا أو هيدا أو هيدا التكنيك بالشغل موجود ونسبقنا عليه ونحنا كلبنانية يعني أنا بالنسبة كلبنان شئنا بغض النظر قديش عم نمرق بشي نحنا يعني نحنا بعدنا بالميدل إيست بعدنا عاصمة الموضوع بعدنا خلقانين ربيانين بالجينات في عنا يشي اسمه فاشن فبرأيي لازم مش يعني لازم مش مش عكيفنا لازم نكون متصلين هالقدة بالعالم ونشوف شو عم يعمل وندل عم نبدع بهيدا الطريقة كمان لنثبت حالنا بمجاير جديد مثل ما أثبتنا حالنا بالخط المعروف بالفاشن فهيدا الشي جديد هيدا الشي أب سايكلين ولي سايكلين هولي طريقة جديدة وعم تنزل بطريقة حلوية وعم تبرهي الناس خلاقة عم تخلق وتزيد طقات وهدفنا أنه نكبر هيدا الجام يعني نكبر هيدا الجام بس الشغل الحلوي أنه عم نخليها موضوع أكاديمي مش موضوع عشوائي وموضوع هواية وموضوع أنه بس أنا ما عندي شي بعض الظهر بجمع شوية التياب ولأ فيه تكنيك معين لتحصلي على هالقدة رتابة بالقطعة وفيك تفتحي بزنس خيلي لما أنت تفتي على محل ويكون كله ريوز أنت تحسي حالك مش تهي عبادك الدورة أكتر وتشوفي شو فيه سلبة وشو فيه سرعات واجع بقلك بلشت الناس تقبل أكتر حضور ماش غريب أو ماش فرش أو ماش مستعمل أو ماش برداية تصير تنورة ما بقى عندك هالنلاقي ما بيصير كمان لعلم سرعان دوعي يعني أهمية الموضوع ويصير عندك بس قيود معينة تارمات معينة تقدري تختار الصح لأنه بالنهاية ما فيك تكون كتير كتير إختية مثل ما هي مش ما تروحي على بيت تكون فستانك والفوتاي نفس الماشي مسلا فعني تكون دقيقين بهيدا القصة عن جد المسج كتير مهم من ورا هالشغلة واللي عم بتجربه تعملوه وهالأفكار الجديدة اللي عم بتجربه تحطوها كمان كتير مهمة وبتفتح مجالات كتير كبيرة أيضا لكل الأشخاص اللي عم يتخرجوا بهيدا لأنه لما نقول المصمم أزاق ما عم نقول بس إنك تعمل يعني تعمل خط لإلك أو تعمل وحدة وتوقفون لا هي أبعد من هيك بكتير ونحن دايما نحن نظلم تابعين بهيدا الفقراء رح يعني نكفيها من بعض الأعيات طبعا ومنرجع من التأفيك وبريتا وبكتار أشخاص كمان كلمة أخيرة لإلك تفيق أول شيء مسيلة لكم مرتين لكم عم تصلتوا له على هيدا الموضوع وبشكريك لإلك كتير وبقلكم كمان جوائي نوال وهابي نوير وإنت كمان وإن شاء الله هيك نحضرين قصص كتير حلوة بعد الأعيات بعد كتير أفكار كتير في قصص يعني حنكون نبلش فيها ونحن دي عن البروجيات شو أنا نعموله هيك وحنخليك شوي مشتركي لايف حنعزمك لعنا على الأكاديم تشوفي شو عم بيسير منورش فنية وهيك شغلات طبعا شكرا لقالك مصمم الأزاق تفايل حسن وطبعا نجوم نلتقى بحلقات مقبلة